هي الحالية أنا ديل أفعب برونزية مانو الجوزيب برونزية الأفضل بالنسبة لي برونزية بالميراس اللي فاز بيها النادي الأهلي على حساب بالميراس في رقلات الجزاء لأن أنا بشوف أن هي الأفضل علشان حجم واسم المنافس بالميراس كان بطل كوبا لبرتادوريس وكان عمل أداء كبير وأداء عظيم جدا في البطولة القرية وكان جاي بطموحات كبيرة جدا حتى كان في البطولة لا وكسرت شوكة القرية دي كانت مستعصي عليك بالضبط يعني إحنا كنا عندنا سوق أمريكا الجنوبية دايماً هما يعني بعقبة بالضبط كنا دايماً نقف عند كسبت منها أس كسبت منها بالضبط أوروبا كده كده يعني أوروبا هي الاستثناء ولكن أنا بشوف في برونزية بالميراس أن هي الأفضل 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 لأن هي مقارنة باسم وحجم المنافس بالميراس فريق كبير أوي وفريق عديق وكل أمريكا الجنوبية بتعمله ألف حساب ولكن الحمد لله النادي الأهلي قدر يحط في تاريخه أنه ينتزع لقب أو ميديليا غالية جداً من بالميراس سبعة يعني إذا كان الأجمل الأجمل أنا بشوف أن دي البرونزية الأجمل حاجة واحدة بس علشان مارسل كولر يعني أنا كان نفسي مسيرة مارسل كولر كانت تستحق فعلاً بعد المردود الكبير اللي قدموا مارسل كولر مع النادي الأهلي في البطولة الماضية والأداء الكبير والعظيم اللي عملوا أمام ريال مدريد وأمام فلمينجو كان يستحق وقتها ميديليا ولكن ظروف مباراة فلمينجو ما خدمتناش للأسف ولكن الحمد لله بيتوج مارسل كولر عشان يبقى اسمه في تاريخ المدربين اللي حصلوا على برونزية مدير فني كبير جداً يستحق بكل جدارة عايز تختار الأجمل بقى عشان ما بيقاش في تفريق خلي بقى الأجمل هو يروح لبلميرس الحقيقة يعني ذكريات الأهلي في المونديال نقلت مستوى التفكير وطموح جمهير النادي الأهلي نقلة تانية يعني أنت النهاردة بتلعب مونديال فأول مرة لما جبت برونزية كان بنسبالك إنجاز عظيم جداً كنت تبقى موجود مع أبطال العالم متوصل لميداليا برونزية دي دا جيل طبعاً لكن اللي عايزة بتدي بيه كلامي أو اللي عايزة دخل حقيقة دخلة فيه أنه مهما كانت المقارنة تزلق قائمة طبعاً لكن فكرة أنه جيل دا جيل السوشال ميديا دا جيل حالة الفوضى وحالة العبس وحالة التربص الكبيرة جداً يعني جيل تريكا وإسلام الشاطر وبركاته متعب كانش بتهاجم الهجوم الكبير دا جيل إسلام وبركاته تريكا ووق الجمعة والحضري ما كانش بيلعب ماتش إلا وجمهور في الملعب مش برر الملعب وقف في ظهره مساندو الجيل دا جيل عظيم يعني الحقيقة شابوه لكل واحد فيهم استحمل نقد استحمل يلعب في مدرجات فاضية استحمل استهداف على منصات السوشال ميديا واغتيال معناوي لو ما كانش عنده منتاليتي وشخصية النادي الأهلي كان ممكن كتير جداً يقع ما يكونش ليه وهمة تاني لكن الحقيقة رده دايماً كان في الملعب وأثبت الحقيقة لبرة قبل ما يثبت لجوه أنه الأهلي مصنع الأبطال يعني جيل دا لازم ياخد حقه بصراحة تخيل مشجعي الأنديال أخرى وما بتفرجوا علينا دلوقتي يقولك يا رب مشاكل زي دي ها عادين بيتخانقوا محترين أنهي الأصعب وأنهي الأجمل وأنهي الأفضل ولكن زي ما بقولك أحمد النادي الأهلي الحمد لله في الحتة دي بي نفس نفسه وقدر يحط نفسه في مصاف الأندية العالمية وفي مصاف الأندية الكبيرة بتوفير ربنا سبحانه وتعالى وشغل ومجهود الصورة دي بتخلي التاريخ النادي الأهلي الصورة دي للتاريخ الصورة دي تبين لك على فكرة كل النجوم أو يعني أسماء كتيرة جداً من اللعيبة اللي ظهرت قدام حضراتكم على الشاشة مش بس اليوم هم كمجد شخصي أو كلحظة لا تنسى أو قصة نجاح هيفضلوا يحكوا عنها لسنين لكن كمان خليني أقول لحضراتكم أنه من تالة النادي الأهلي كتير من الأسماء دي كان عندها عروض أو جالها عروض في نفس الوقت اللي الأهلي بيطلبها فيه أو هي بتلعب في النادي الأهلي ورفضت رفضت عشان هي عايزة تنجح رفضت عشان عايزة تحقق حاجة فيها فكرة الكورة أو الرياضة آه طبعاً طبعاً زي هزي كل حاجة فيه طمع في أنك يبقى فيه نجومية وفيه شهرة وفيه طموح يعني طموح وفيه بطولات وفيه فلوس لكن كمان فكرة إثبات الزيت اللي مش ممكن تتحققها إلا من خلال نادي زي النادي الأهلي طبعاً لحظ مظبوط وشايف أن الصورة دي يعني مش فخر لجمهائل نادي الأهلي بس الصورة دي فخر للكورة المصرية كلها نادي الأهلي دايماً بيبقى سبب في سعادة الجمهري المصرية فأي مصري لازم يفتخر أن النادي الأهلي بيمثل الكورا المصرية وبنشوف نادي الأهلي يعني الأرباع البرونزية ديت بجد صورة عظيمة وصورة بتباين قيمتوه تاريخ النادي الأهلي والشخصية النادي الأهلي الكبيرة وأي لعب داخل أفريقيا بيتمنى التواجد في الناد الاهلي اللي يكتب تاريخ يكون زي كل النجوم اللي موجودة في الصورة العظيمة ديت بعد مطش قراء وردز يعني كان واحد من اللطيفة يعني اللي لفتت نظري انه أنتوني مودس لعب 120 ثانية في بطولة كسر عالم خد برونزية ونقوله كانت وكريم بن زيمة مواطني الدوليين في فرنسا ما يخرجوا بطولة بدري بدري يعني هو طبعا احنا عارفين يحمد دايما من زمان حتى يقولك أن اللاعب ينضم للنادي الاهلي بالليل وعنده موتش الصبحة وعنده بطولة على طول تاني يوم بيضاف في رصيدك على طول الناد الاهلي بيفتح حساب بطولات مفيش لاعيب لك في نادي الاهلي محققش بطولات مفيش اسم دخل في قيمة النادي الاهلي مخدش بطولة في تاريخه وده قيمة وعظمة النادي الاهلي واللي بتميز النادي الاهلي حتى